كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرح ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية رب الباراية اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته كان من أشد الناس عداوة له عمه للأسف أقرب الناس أشد الناس عداوة يعني أبوه توفي وهو صغير عليه الصلاة والسلام يعني تربى بين أعمامه ومع هذا عمه أبو لهب كان أكثر الناس عداوة له لما قام عليه الصلاة والسلام على الصفا أخذ ينادي في الناس واصباحاه واصباحاه وهذه طريقة قريش اللي يبي يعلن إعلان اللي يبي يخبرهم خبر عظيم كان يجمعهم على الصفا وينادي واصباحاه والناس تجتمع حتى أن بعضهم ما كان يستطيع أن يترك عمله فأرسل غلامه شوف الخبر شلي صاير فاجتمع الناس عنده فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس ليحن ما يعرفون شيها قال لأ أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تغير عليكم أو كنتم مصدقي صدقوني لو قتلكم في حرب عليكم قادمة قالوا ما جربنا عليك كذبا طول عمر صادق يسمى في قريش الصادق الأمين شلون يكذبونه قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب كان بين الناس قال تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا أنت يعني ما عندك سالفة جايبنا من محلاتنا ومن أشغالنا ومن أعمالنا ومجمعنا عندك ما عندك غير هذا الكلام تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فأنزل الله جل جلاله تبت يدى أبي لهب تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أما زوجة أبي لهب جميلة جاءت وهي قبيحة جاءت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فسألت أصحابه قالت أين مذمم ما تقول محمد أين مذمم شوف شون تسمي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا له هو ذا جالس الله صرف اسمع اللسانها القذر قالت أين مذمم وشايل حجر فلما وصلت إلى المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بينهم الله صرف بصرها ما كانت تشوفها قالت أين مذمم سكت وش فيها عمية قالت لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر شوف الخبيثة قالت كيف يهجو زوجي يهجو هذا قرآن هذا قرآن يا جاهلة تقول كيف يهجو زوجي لئن رأيته لأضربنه بهذا الحجر وهو أمامه ما تشوفه مشت فأنزل الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب هذا اللي كانت ترمي الشوك عند باب النبس عليه الصلاة والسلام راح يلف جيدها رقبتها بصوف حبل من صوف ويجر في النار يوم القيامة تدخل إلى جهنم وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا محمد انسب لنا ربك نحن نعرف نحن نعرف العزة من وين جاءت ومنات من وين جاءت حتى بعض الآلهة كانوا ينسبونها أنها بناته الرحمن والملائكي كانوا يقولون بنات الرحمن وبعض الآلهة كانوا يقولون أن لها علاقة بكذا وكذا كل واحد مطلعين نسب قالوا أنت ربك وين نسبه شنو نسبه من أبوه من جده هكذا كانوا يقولون فأنزل الله عز وجل سورة من أعظم سور القرآن هي تعدل ثلث القرآن قل يعني يا محمد قل لهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أعلى من أن يوصف بأنه ولد أو له صاحبة أعوذ بالله الله لا يوصف بهذا هؤلاء البشر مخلوقات نعم تحتاج للولد فتلد أما الله أعلى من هذا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصمد قيل هو السيد الذي كمل في سؤدده وكمل في محمده جل جلاله وقيل الذي تصمد إليه الخلائق كل الخلائق تلجأ إليه جل جلاله هذا هو الصمد وقيل الذي لا جوف له وقيل الذي لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا شبيه ولا ند ولا مثيل له جل في علاه لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في ذاته ولا في أفعاله جل جلاله ليس كمثله شيء ولأنها من أعظم سور القرآن كان كثيرا يقرأها صلى الله عليه وآله وسلم في سور النافلة ويحث الصحابة عليها وكذلك جاء الصحابة يقولون أن رجلا من الأنصار كان كلما قرأ سورة في الصلاة إم الناس في السرايا وغيرها في الأسفار كلما قرأ الفاتحة وقرأ سورة يختمها بقل هو الله أحد فاشتكوا عند الرسول هذا كل يعيد سورة الإخلاص فجاء النب صلى الله عليه وسلم به قال لما تفعل هذا قال إن فيها صفة الرحمن كلها تصف الله عز وجل وإني أحبها فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله عز وجل يحبه شفت شون أحب سورة الإخلاص فأحبه الله جل جلاله ليش صارت ثلث القرآن لأن فيها الإخبار عن الله القرآن أحكام وقصص وأخبار الأولين وفيها أسماء الله وصفاته وأخبار عن الله عز وجل فهي ثلث القرآن قيل أن النب صلى الله عليه وسلم سحره رجل يهودي اسمه لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة ووضعه حتى تأذى مرضى النب صلى الله عليه وسلم أيام طويلة حاولوا أن يخرجوا السحر ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا حتى أنزل الله عز وجل عليه سورتين فكت السحر كله ما هما قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد الساحرات ومن شر حاسد إذا حسد والسورة الأخرى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعظم كلام وأصدق حديث كلام الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كم قصات تترى جاءت بها البشرى موعظات كبرى أو عبرى للناس قصات وسينا تمحو مأسينا تزرحا ينفينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سمو غاية يا رب البراية اشرح بها قلبي يا رب